يعني البطولة بلغة الكرة كده بطولة مولعة يعني آه في بعض الفرق أربع فرق أو أربع منتخبات ضمنوا التأهل لدور الستاشر لكن كمان أعتقد الجولة التالتة أو الجولة الأخيرة من دور المجموعات يعني هتكون المتشاط على أعلى مستوى متشاط يمكن فيه مبعض المبارات لا تقبل قسمة على اثنين هنشوف كمان على المستوى الفني مبارات كبيرة جدا جدا ده كمان لسه احنا في دور يمكن المجموعات دور الستاشر كمان هنستمتع بقى بمبارات النوك أوت وازاي التاكتك بيتم بشكل أكثر من رائع فبقول لحضراتكم بطولة رائعة جدا جدا على المستوى الفني وعلى مستوى الأحداث طيب نرجع مع حضراتكم نتائج المبارات اللي يمكن تلعبت أيام السبت والحد والنهاردة كمان كان فيه بعض المبارات بتتلعب عن أولى لحضراتكم عندنا كمان مبارات يوم الجمعة اللي فاتت يعني زي ما حضراتكم شافين السويد أمام سولفاكيا بالفوز واحد سفر ده كان كرواتيا واحد واحد أمام الشيك وطبعا المنتخب الأسكتلندي أمام المنتخب الإنجليزي كانت مباراة قوية جدا جدا خروج هذه المباراة بالتعادل السلبي مباراة يمكن كان على المستوى البدني مباراة أكثر من رائعة خاصة بالمنتخب الأسكتلندي اللي بيقدم مباراة أكثر من رائعة حضراتكم دايما يمكن عارفين الدربي الكبير جدا الدربي التاريخي ما بين إنجلترا وإسكتلندا كان يمكن ده يمكن التعادل الرابع في تاريخ الفرقتين على مستوى الدربي المنتخب الإسكتلندي ما زال عنده أمل طبعا للوصول لدور الستاشر نروح لمباراة يوم السبت وكانت طبعا مباراة المجر وفرنسا المباراة كمان على المستوى الفني وعلى مستوى الطموحات للمنتخب المجري والتعادل مع بطل العالم واحد واحد نتيجة أكثر من رائعة أكيد طبعا مباراة يعني من أفضل مباراة الغد الوقت في البطولة مباراة طبعا ألمانيا والبرتغال وعودة طبعا المنتخب الألماني من بعيد بعد هزيمته من فرنسا بفوز كبير على المنتخب البرتغالي أربعة اتنين كانت مباراة كبيرة جدا جدا طبعا على مستوى زي ما أقول حراراته على مستوى المنتخب الأسباني والتعادل المخيب للأمال أمام طبعا المنتخب البولندي اللي بيقدم كمان مباراة رائعة على مستوى التكتيكي لومندسكي بيحرز هدف رائع هدف التعادل والمنتخب الأسباني التعادل واحد واحد أمام المنتخب البولندي نروح لمباراة يوم الحد لأقيمة إمبارح كان في مباراة على مستوى كبير جدا مستوى عالي نبدأ على طبعا الفريق التركي أول الراحلين والخسارة أمام المنتخب السويسري الذي يبقى أماله لغاية دلوقتي لتحديد طبعا من نتيجة 3-1 يمكن أن المنتخب السويسري مازال عنده أمال الوصول لدور 16 كأحسن توالد في المجموعات وطبعا رحيل أو يعني مغادرة المنتخب التركي للييرو 2020 أما طبعا مباراة ويلز وإيطاليا والفوز التالت على التوالي للمنتخب الإيطالي بالعلامة الكاملة والكلينشيت المنتخب الإيطالي بيفوز على ويلز كمان اللي من خلال رغم الهزيمة لكن ضبعا يمكن التأهل كمركز تاني في هذه المجموعة والمنتخب الإيطالي طبعا بأداء أكتر من رائع والتعادل مع ويلز واحد واحد نروح عندنا كمان مباراة يمكن المباراة بتتلعب خلال يعني وأنا بتكلم مع حضراتكم مباراة هولندا هولندا بيفوز 3-0 على مجدونيا وطبعا هولندا كده يعني بتضمن التأهل للدور التاني زي إيطاليا يمكن إيطاليا كمان شكلها أفضل شوية في الملعب من هولندا لكن رغم الغياب الكبير لهولندا عن المسابقات بطولة أوروبا لكن كمان بترجع بشكل أكتر من رائع والعلامة الكاملة والسعود لدور الستاشر شكرا